ايمان عبدالعزيز لم يكن له دور في منتخب مصر هي الفكرة ان اي حد زمالكاوي بيمسك في منتخبات مصر لازم بقى فيه مشكلة بده فهم؟ يعني لما يبقى المشرف العام على الكرة كابتن حزم الامام ففيه مشكلة لما يبقى المدرب المساعد لمستر كوبر قسامة نبيه ففيها مشكلة لما يبقى طارق مصطفى في الجهاز بتاع كابت حسام البادري يبقى فيها مشكلة لما يبقى ايمان المصري الوحيد اللي في الجهاز مع مستر فيتوريا فيبقى فيها مشكلة لكن لما يبقوا هما في الجهاز فيبقوا هما حلوين فيبقوا هما بيعملوا كل حاجة وهم اللي وصلوا مصر نهاية وهم افريقيا لكن زي ما قلت لك لما يبقى طبトب عملك سمعت كابتسامة نبيه لما مشي بعد مستر كوبر لما تعين اعتقد كان كابتر احمد ايوب وكابتر حسام البدري طريق مصطفى وكابتر طريق مصطفى صح عمرك سمعت وطلع في برنامج قال اشمعنا دول اي حد عنده لقطات او عنده حورات لاي حد زمال كاوي يمسك منتخب خليه يطلحها ويحطها على السوشال ميديا ويقول ده قال على زميله انه اشمعنا ده كابتر مصطفى لما مش جي الحضري صح وجي شاوي وجي الكابتر ديال السيد اعتقد مع كيروش عمرك شفت حد قال لا شاوي ما عندهش خبرات من هنا مثلا من طريق طريق الصفى او اسام هو شاوي يمسك عشان يمسك المنتخب صح مسألة على طول الشكوى وان الزمالك لجنة يحصل تخلص من الفكرة دي الاعتراض انت معظم مشوار كابتن ايمان عبدالعزيز كان بره مصح عدد المطشاط الدولية هنا قليل قلمة ما كان يستدعى الفرق اللي مسكها والمتخبات اللي مسكها في قطاع النشئين ايه هي هي الفكرة كلها ناس لما قالت يعني او اعترضت كانت بتعترض انه قلولنا ايه الاسباب التي رشحته انت هتعترض على كابتن شاوي ليه ده قاعد سنين يمسك في قطاع النشئين قاعد سنين يجهز لما راح مع كان مع كيروش مش كده مكانش كان فيه تلات مدربين والراجل يعني ما اشتكاش من واحد فيهم ما حصلش مشكلة واحدة في المتخب وهم موجودين الناس كانت هتعترض ليه المثالة مش مسالة اهلي وزمالك انت طول ما انت بتفكر انك انت عشان زمالك ايه متطاد ازاي حيبقى مشاعرك تجابة ايه حيادية وانت في الملعب بتشتغل مع منتخب مصر حتشعر ان في حد بتلككلك وانت نفسك حتبقى متربس حتبقى واخد موقف من مجموعة عشان دول اهلوية عايز لموني ودول اللي حبايب مش هتبقى طبيعي والانسان فقد الشيء اللي يعطيه اذا لم تشعر بانك في حالة سلام وتصالح مع نفسك واتفضل بمشاعر سلبية هتتصرر بطريقة احيانا غلط لن نتحرر من الفكرة ده طيب كابتن ايمان عبد عزيز يعني على طول استحضر فكرة الالوان وده اسهل حاجة ترمي عليها اي هم لانه خلاص تروح على وطر المظلومية وتعلق شمعتك عليه الوقاعة اللي ذكرها مشكلة مع ايمان عبد عزيز عشان كان الراجل في ترشيحه انت حطت محمد يوسف حزم امام قدمه للراجل فالراجل قالك لا ده يعني مؤهل اكتر فجاب ايمان عبد عزيز وكده ما فيش مشكلة لانه استحضر جزئية اثامة نبيه حصل اعتراض عشان اثامة نبيه راح قال لكوبر كلام على لعبة النادي الاهلي كان واحد زي كابتن حسام غالي ما ينفعش يسكت له وكان يحسب لحسام غالي انه اصطدم وقتها دفعا عن زميل له ودفع التمن ودفع التمن وتقبله ومرضخش ومشي هل كان صح من مدرب مساعد يقول لمدرب اجنابي صورة سلبية عن النادي الاهلي هل استحضار الالوان في المنتخب ليصح النادي مش الاهلي انت لما اتكلمت اتكلمت لونت المشكلة ودام المدرب هل كل الاسامة اللي ذكرها كابتن محمد شاوي كابتن احمد ايوب كابتن حسام البدري هل كل دول فيهم حد تعامل مع لعب من الزمالك بفكرة اللون اطلاقا وبعدين هنروح بعيد ليه كابتن حسن شحاتة لا بقى حسن شحاتة كزمالك رمز الرموز يعني محدش يقدر يتكلم عليه ومن اول يوم مش بعد ما ما يقولك عشان هو حسن شحاتة تجربته مع المنتخب اللي هي انجح تجربه في تاريخ الكرة المصرية كان اعتماده على العدد الاكبر من لعب تلنادي الاهلي ابنه اللي كان بيذكر علينا ده ابن حسن شحاتة كان عماد متعب في رود النادي الاهلي لعب تلنادي الاهلي كلهم كانوا بيحبوا كابتن حسن وهو بيحبهم يحترمهم عمر ما حد فكر هذا التفكير اللوني في علاقة حسن شحاتة بلعب تلنادي الاهلي كابتن حلمي طولان سنوات طويلة في المنتخب الالومبي اقرب المقربين للكابتن حلمي طولان كابتن سيد عب حفيز وكان معهم ايمن عب عزيز ده على فكر في نفس الفترة دي كلاعب عمر ما حد من لعب تلنادي الاهلي اشتكى من الكابتن حلمي او النادي الاهلي اشتكى من انحياس حلمي طولان وخد بقى الكابتن فاروش سيد الله ارحمه في الناشئين حسن عبداللطيف ايمن طهر مدرب حراس كل دول يا جماعة ما حدش يتكلم على فكرة اللون فارجوكم تسيبكم من الحكاية دي استدي شماعة اه تخلي جمهور ياخد صفك بالضبط فتأس من الجماهير يعني بتخرجك انت بره من سولي من بره الحساب اصلا اه يعني لما انت تيجي هو كان الكلام بمناسبة ايه وقتين التلت لعيبة اللي خرجوا واتضح انهم قبل دقيقة ولا دقتين من نهاية التمرين واخد بالك يعني لا اكتر شوية بس في النهاية كان غلط هو اللي قاله كده كان باقي دقيقة او نص انا مش انا انا معرفش ما كان المشكلة ايه وسواء دقيقة او ربع ساعة في نظام غلط بس في خروج عن نظام انما ابتدى كابتن طريق قال ان عندي شد كابتن سيد قال ان عندي في السمانة قال لك امامة يعني ما قالش حك الموضوع مش كده الموضوع انت حد شايلك مسئولية ان انت يعني بلغت فيتوريا ليه ما انت انت قلت انا من لما بلغتوش انا معاهم مدربين تاني حيقولولو وهو سأل وانا جاوبت مش دي المشكلة يا كابتن ايمان المشكلة انك كيف ترى دورك جنب فيتوريا مشكلة مش في كده مشكلة في اللي جاي الفيديو اللي جاي شوف رأيه بقى ورؤيته كمدرب لدور المدرب وتأثيره نشوف ثم هو ده لا في اللي جاي شكرا للمشاهدة